أسعد الله أوقاتكم وتابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم السبت 6-2 القمر طبعا ما زال حد الآن بث الحلقة هو موجود بالعقرب ورح ينتقل القوس بعد ساعتين تقريبا من بث الحلقة القمر موجود في منزلة الشولة وهي للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يمكت فيها حتى تمام الساعة 10-36 دقيقة من هاي الليلة اللي هي ليلة الجمعة اللي هو بعد بث الحلقة تقريبا بأكم ساعة يعني بتوقيت الأردن بعد منتصف الليل بنصف ساعة بصيرة القمر انتقل أو بنتقل لمنزلة النعائم يعني 10-36 دقيقة بتوقيت جرينيتش وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا احنا الآن في فترة خلوه مسار زي ما حكينا ضائل ساعتين من بث موعد بث الحلقة هاي يعني الساعة 5-16 دقيقة بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل تماما في برج القوس يعني الساعة 7-16 دقيقة بتوقيت الأردن في هاي اللحظة كل الأبراج بشعروا بنوع من أنواع الابتهاج بجدوا الناس أكثر مرحن بننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم تقريبا أن الثلاث زوايا هي إيجابية وزاوية وحيدة بطيئة سلبية الزاوية الأولى رح تكون زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وبما أنه تزديس بين القمر والزهرة الساعة 3 الصبح طبعا الزوايا اللي بتصير مع القمر عادة تمتد ما يعادل ما بين 12 ساعة من أوجها يعني ما قبلها ب6 ساعات وما بعدها من 8 ساعات ل12 ساعة فالزاوية هاي مثلا تزديس إيجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون فيه تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحصن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 23 دقيقة صباحا نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 4 و 31 دقيقة صباحا أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية بطيئة هي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 7 و 6 دقائق صباحا هاي زاوية خطيرة على المشاكل العاطفية وخصوصا بالعلاقات العاطفية الضعيفة فممكن تنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة من غير رجعة بهاي الفترة اللي هي من يومين مضوا ولمدة 6 أيام قادمات فاللي علاقتهم العاطفية الضعيفة يحاولوا وإما أنهم يتحاشوا المواجهات أو يمسكوا عصابهم قدر الإمكان أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر والمشتري وهي رح تكون فيه تمام الساعة 12 و 44 دقيقة بعد الظهر بتخلينا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بالنسبة لأخلو المسار القادم بما أن القمر رح يكون موجود بالقوس فرح يكون يوم الأحد 7-2 رح يبدأ فيه تمام الساعة 6 و 16 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 8 و 51 دقيقة مساءا يعني طيلة النهار لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال 24 يوم وطبعا بيكمل الـ 24 يوم الساعة 12 منتصف الليل فبيصير يعني حجمه 30% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 سعيدة بنسبة 70% القمر في القوس حتى يوم 7-2 سعيد بنسبة 30% أما بالنسبة العطارد في الدلو بيتراجع طبعا وبشكل بداية زاوية التربيع ما بينه وبين المريخ وما بينه وبين أورانوس فعشان هيك هو منتحس بيتراجعه ومنتحس بالزاوية والتراجع هذا رح يستمر لغاية 21-2 منتحس بـ 40% أما بالنسبة للزهرة في الدلو حتى يوم 25-2 منتحس بنسبة 15% بسبب الزوايا الاقتران وخصوصا أنه اليوم زاوية الاقتران ما بينه وبين زحل أما بالنسبة للمريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 40% بسبب كل زوايا التربيع أو زوايا الاقتران اللي بيشكلها اقتران مع أورانوس ما زال منفصل ولكن زوايا التربيع اللي بيشكلها جاي قوي جدا وخصوصا مع الكواكب اللي موجودة بالدلو أما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% طبعا سبب الانتحاسة أنه جاي على درجة بشكل زاوية التربيع مباشرة جاي ما بينه وبين أورانوس ما بينه وبين المريخ أما بالنسبة لزحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 رغم الزوايا اللي بيشكلها فهو سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% لأنه برضو بشكل هو زاويتين تزديس واليوم رح يشكل زاوية التربيع ولكن منفصلة بكرة بتكون بأوجهة بلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم على المستوى النفسي أحسن بكثير اليوم أنت مشحن بطاقة كبيرة حتى أنت اليوم مرغوب أو في رغبة من الجنس الآخر لا إلك أكثر وعندك حيوية والنشاط ورغبة باتصالات أو إجراء الاتصالات الكثيرة خلال هذا النهر بالنسبة للبيت الثاني ما زالت الأجواء المالية وخصوصا للعشرية الأولى والعشرية الثانية مربكة في كثير من الالتزامات أو المصاريف أو الدفعات المالية ولكن ممكن يكون فيه فرص لبعض المكاسب المالية اليوم ولكن احذروا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وتساعدك على مستوى الاتصالات والتحركات والنقاشات وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيدة شيئا ما على مستوى البيت ولكن احذر من وجود خلاف ممكن يصير بسيط في البيت أو بعض الأعطال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية اليوم جيدة جدا اليوم عندك رغبة للتواصل أو الاتصال مع الأحبة أو التقارب ما بينك وبين الأبناء ممكن يكون لك اليوم يعني في جانب من التعامل ما بينك وبين أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهنا منقول لك دير بالك يعني ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو أنه ممكن تشعر ببعض التواعكات الصحية أو تقلق بشأن صحة أحد الأحبة بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة وبتساعدك على تعزيز العلاقة ما بينك وبين الشريك في نوع من أنواع التقارب وهذا الإشي بدعمك بشكل جيد فممكن يكون في مجال المصالحة أو التقارب أو الرفقة في مسألة ما يعني في توافق جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا في ضغوطات على بعض المصاريف أو الالتزامات وهذا الإشي ممكن يترك إلى هذا اليوم ممكن يكون لك بعض المراجعات القانونية أو بعض المؤسسات لأجل الأمور المالية زي بنك أو ضريبة أو تأمين في منك ورح يهتم ببعض الشؤون أو بعض الأمور الروحانية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر بما أنه موجود في البيت التاسع فبتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة الدينيماكية جدا وبتشكل محطة للإنطلاق بورشة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك اليوم حاول أنك ما تجازف وما تغامر على أساس أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف وما تدخل بأي خلافات أو نقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 هنا اليوم ممكن يصير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو تزعل من تسرب معلومة أو تآمر أحد الأصدقاء عليك أو ممكن يصير فيه مواجهة أو حوار ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن احذر من كلامك وسوء تفاهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريباً منقدر نحكي أنها جيدة اليوم على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي ممكن اليوم إما أنك يعني تسمع خبر عن أحد الأحبة أو تعيد مريض يعني إما في مستشفى أو تعبان أو زيارة اجتماعية لها علاقة بمريض برج الثور طبعاً بالنسبة لبرج الثور اليوم مش من الأيام القوية لإلك تغريباً القمر تحرك من مقابلك تماماً ما زالت الأجواء ضاغط عليك العصبية اليوم ممكن تطلع لدرجة أعلى عشان هيك بدك تضبط أعصابك وحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ابتعد عن التشاؤم يد ما بتقدر حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية يد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت الثاني اليوم في بعض الفرص اللي إلها علاقة بالوضع المالي فممكن تحصل على بعض المكاسب أو ممكن يجيك نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنك تقلل من المصاريف المكاسب هاي عادة بتيجي أو أغلبها فيك وضع بتيجي إما من عمل إضافي أو نوع من أنواع المستردات لحقوق لا إلك أما بالنسبة للبيت الثالث طبعا اليوم ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو مشاحن ما بينك وبين أحد الإخوة أو تزعل بسبب اتصال معين انتبه للسانك من بعض الكلمات الجارحة اللي ممكن أنه تنفهم بشكل غلط حاول أنك تحذر أثناء تنقلاتك وأثناء تحركاتك من التسرع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وهي فيها علامة جيدة إما لمصالحة أو تقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو دعم من أحد أفراد العائلة ممكن يكون في بعض المشتريات أو الاهتمامات البيتية أو العائلية خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الخامس الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط فهي ممكن تحمل سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أو ممكن تزعل على تصرف أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل اليوم عندك قدرة لإنجاز كثير من الأعمال وبرضو عندك قدرة على الاهتمام بصحتك بشكل كبير ممكن تهتم ببعض الأمور التجميلية أما بالنسبة للبيت السابع بما أنه مقابلك تماما فعشان يكي منقول لك دير بالك من بعض سوء التفاهم أو المشاحنات أو الخلل اللي ممكن يصير ما بينك وبين الشريك اللي هو الزوج أو شريك المل أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك وفاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني اليوم ممكن تخليك تزعل أو تأخذ على خاطرك من أحد الأشخاص إما مقيم خارج البلاد أو ممكن تنضغط بمسألة معينة لها علاقة بالاتصالات البعيدة أو مسألة بتتعلق بالسفر في منكو ممكن عنده امتحان أو عنده مقابل اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قولك الأجواء اليوم يعني بتدعمك ببعض أصحاب المراكز الاجتماعية أو المراكز اللي هي احنا بنسميها المخملية اللي هم أصحاب النفوذ فممكن يدعمك أحد الأشخاص في مسألة ما وممكن تتوطد علاقتك ما بينك وبين شخص أهم شيء أنك اليوم حتى إذا كنت من الموظفين في المؤسسات الكبيرة بتقدر تقدم على طلب لعمل أو ممكن أنك تعزز علاقتك مع رؤسائك أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا يعني شوي فيها نوع من أنواع على المستوى الاجتماعي يعني ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء ولكن ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو انتقاد منك لاذع لأحد الأصدقاء يسبب نوع من أنواع التوتر وخصوصا إذا كان في ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء يعني تقريبا بتدعمك بشكل جيد خلال هذا اليوم على المستوى الصحي والنفسي وممكن اليوم تهتم بصحة أحد الأحبة أو تقلق على صحة أحد الأحبة طبعا القمر صار مقابلكم تماما فعشان هيك بتحس أن طاقتك ضعيفة شوي اليوم صحيح أنه في بعض الإيجابيات ولكن الطاقة ضعيفة عشان هيك من قولك ما ترهق حالك كثير وحاول أنك تضبط عصابك من بعض التوترات أو التقلبات الصحية بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء على المستوى المالي اليوم في ضغط عليك بالمصاريف أو الالتزامات الزيادة عن اللزوم حاول تبعد عن المصاريف الزائدة إذا حصلت على بعض المكاسب فهي بتيجي من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث رح تنشطوا بالاتصالات والحوارات ورح يكون عندكم كثير من التواصل عندك قدرة على الإقناع عالي جدا ولكن احذر من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في خلاف أو نقاش أو حوار أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وممكن عطل المنزل أو الاهتمام ببعض التصليحات والترميمات المنزلية يعني فيه واجبات عائلية عندك اليوم ممكن تكون مرهقة أهم مش أنك ما تهمل واجباتك بالنسبة للبيت الخامس الأجواء تقريبا جيدة على المستوى العاطفي وهي بتعملك تقارب ما بينك وبين أحبائك فممكن اليوم يحمل لك إما نقاش أو حوار أو مصالحة ما بينك وبين أحد الأبناء أو مرافقة في مسألة معينة أهم شيء دي يعني حاول أنك ما تكون لاذع بكلامك عشان المصالحة تتم بشكل جيد بالنسبة للبيت السادس طبعا هنا بدك تحذر من تراكم بعض الأعمال عندك لأنه ما عندك القدرة الكاملة لإنجاز كثير من الأعمال بسبب زي ما حكينا أنه القمر بيسحب من طاقتك وهذا الإشي ممكن يأثر على الوضع الصحي إليك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هنا من قلك أنه هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم يعني بتعزز الشراكة سواء في مجال العمل أو العاطفي ولكن بدك تتجنب الغضب لأنه زي ما حكينا الطاقة ضعيفة والإنفعال وما تخلي حد يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجوائز يعني بمعنى آخر اتحامل على نفسك شوي أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا في ضغط على المستوى الأموال المشتركة فممكن تكون موعود بمعامل معينة لها علاقة بقرض أو دفعة أو سلفة ولكن للأسف ممكن أنها تتأجل أو تلتغي لأيام قادمة بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وبتساعدك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن هاي توعدك بشيء قادم إما إلى علاقة بسفر أو بعمل أو حتى بمناقشة أو حوار اللي عندهم امتحانات اليوم رح يقدموا بشكل جيد بالنسبة للبيت العاشر طبعا رجعنا لبيت السمعة وأنا منقول لك دير بالك حاول لك ما تخال في القوانين وما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك وما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني احمي سمعتك قدر الإمكان بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن تنشط بمعاملات اجتماعية وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تعاون بعض الأصدقاء لا إلك بالنسبة لبيت المتاعب هنا منقول لك دير بالك على صحتك كمان مرة من حذرك على أمور الصحة وعلى تغذيتك حاول تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر أو ما ترهق حالك بشكل كبير برج السرطان طبعا الأوضاع اليوم بالنسبة لإلك ضاغطة شوي في نوع من أنواع القلق أو الخوف أو حتى ممكن يكون في عندك نوع من أنواع الوسواس أو الوهم من مسألة معينة حاول أنك ما تتوسوس كثير اشحن حالك بطاقة إيجابية ابتعد عن أي شيء ممكن يزعجك حاول يعني تغير الجو أو تحتك برفقاءك أو زملاءك على أساس أنها تكون الأجواء لصالحك بالنسبة للبيت الثاني بتفتح لك فرص لمكاسب مالية أو فرص لحصول على هدية وممكن هذا الإشي يشكل لك نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنك تنظم ميزانيتك بالنسبة للبيت الثالث جيد شيئا ما ولكن المشكلة فيه أنه بيخليك حاد طباع أو عصبي في بعض الأوقات وهذا الإشي بيخليك تتسرع فممكن يعرضك لبعض الإصابات أو بعض التشنجات العصبية عشان هيك احذر أثناء حواراتك ونقاشاتك ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار بشيء إيجابي أو سلبي أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت الجيد وهي بتعزز نقاط قوية ما بينك وبين أحد أفراد العائلة فممكن يكون فيه جمعة أو لقاء أو ممكن حوار وممكن بعض التصليحات أو المشتريات أو تهتم ببعض الشؤون المنزلية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي اليوم تحمل يعني إما سوء تفاهم أو عصبية أو حتى خلاف ما بينك وبين الأحبة أو أحد الأبناء فعشان هيك يحاول أنك أنت ما تكبر الأمور الوضع أنت المضغوط الفترة هاي فعشان هيك يحاول أنك يعني تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود فيه نقول لكم إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون واضح في أولوياتك وما تدع أحد يثير إنفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد والتزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحتراما منك للمواعد أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هنا يعني الطاقة بتكون ضعيفة شوي ولكن ممكن من خلالها إنه يصير في نوع من أنواع المشاحنات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفة بالنسبة للبيت الثامن راح يكون لك اهتمامات عالية جدا على الشؤون المالية ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالقروض أو التسويات أو إنجاز بعض المعاملات في منك راح يهتم ببعض الشؤون إما لتحصيل بعض الأموال اللي لا إله أو المطالبة بحقوق لا إله في منك راح يهتم ببعض المواضيع القديمة أو الأشياء القديمة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا ضاغطة ممكن اليوم تنزعج أو تقلق على صحة أحد الأشخاص مقيمين خارج البلاد أو ممكن يجيك خبر من بعيد شوي يزعجك أو يربكك ممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسفر ولكن ما راح تكون مطمنة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة الأجواء جيدة جدا وبتدعمك بقوة جيدة هاي لتقديم لعمل جديد أو لمناقش حوار أو توطيب العلاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهنا بنقول لك دير بالك من سوء تفاهم أو ضغط ممكن يسبب حدية بالطباع ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو سوء تفاهم حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة جابية وتبعد عن المواجهة قد ما بتقدر أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة بتساعدك أن تحمي حالك قدر الإمكان وبرضو بتحميك في نقاط جيدة لإلك على مستوى الصحة أو مراقبة الصحة أو تناول بعض العلاجات التكميلية زي الأعشاب أو مثلا برنامج دايت أو أمور من هذا القبيل برج الأسد طبعا اليوم من الأيام المميزة لإلك الطاقة عندك في أوجهة المرح موجود عندك رح تشعر اليوم بطاقة إيجابية تبدأ معك من ساعات المساء وطيلة النهار بتشعر أنه اليوم عندك رغبة للتقرب بالأحبة الحظ بيدعمك في كثير من المساء الخلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ما زالت الأمور ضاغطة فهذا بيشكل لك نوع من أنواع العبئ أو مصاريف أو التزامات أو ممكن قلق من وضع مالي معين ما إحذر من بعض المصاريف اللي ممكن يكون منها علاجية أو استشفائية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة اليوم عندك قدرة على الإقناع عالية وسرعة بديهة عالية ما رح تنشط بالاتصالات والحوارات والتنقلات بشكل كبير ولكن بدك يعني تنتبه أنه اليوم رح يكون لك تعامل مع أحد الأخوة أو أحد الأقارب المقربين من إطار العائلة اللي رح يساعدك في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الرابع هنا من قلك على أعطال منزلية أو ظهور بعض المشاكل العائلية أو خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد أفراد العائلة صحيح البيت الثالث بدعمك مع الإخوة ولكن البيت الرابع ممكن يوسع الرقعة لعطل منزلي أو قلق على وضع بيتي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتخليك الرغبة عندك تشتد في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبترتفع المعنويات كون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم وتنتعش العواطف من الجديد وتشتد الروابط متاني وثقة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا شوي تضغط على الصحة شيئا ما فعشان هيك بدك يتراقب وضعك الصحي وبرضو بدك يتراقب أعمالك ما تلتهي بالعواطف والنزوات وتهمل عملك وتهمل صحتك وظلك حاط صحتك تحت الرقابة وعلاقتك ما بينك وبين زملائك حلقا ليها وديها بدون مشاكل أما بالنسبة للبيت السابع طبعا الأجواء اليوم جيدة تفتح نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الأحبة وتقارب أيضا خصوصا ما بينك وبين الشريك أو ما بين الأزواج وبرضو ممكن يكون فيه نوع من أنواع المصالحة إذا أنت مع الصبت أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا برضو بتفتح مسائل إلها علاقة بالوضع المالي فممكن تحصل على بعض الدعم ولكن أنه مش بالقوة المرجوة يعني في بعض الاهتمامات حاول قدر الإمكان أنك تهتم فيها بشكل جيد وما تعتمد كثير على الحضوض ممكن الحض يلعب معك بمسألة معينة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة للاتصالات والتواصل والعلاقات مع أجانب أو مع أشخاص خارج البلاد رح تنجح في أمور إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أو مشروع معين العلاقة بالفكر بالفلسفة بالدين عندك قدرة برضو على التواصل جيد جدا ممكن يصلك خبر من بعيد جيد وبالعكس ممتاز أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتعزز بعض نقاط القوة عندك ولكن المشكلة أنه زوايا التربيع كلها جاية على المريخ وإرانوس عشان هيك بتحمل مفاجآت إلها علاقة بالسمعة حاول أنك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما ترتجل بعض الأمور ادرسها بشكل جيد على مستوى عملك حاول أنك ما تدخل بأي خلاف أو صدام ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية اليوم رح تنشط في بعض المسال الاجتماعية من لقاءات أو اتصالات أو حوارات وممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وفي منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا من يقول لك دير بالك وإحذر بيت المتاعب اليوم مشحون ففي بعض الأشخاص ممكن يتآمر عليك بالخفاء حاول قدر الإمكان تكون في مكان آمن ابعد عن الأماكن المشحونة قدر الإمكان وفي نفس اللحظة يعني ما تأمل لأي شخص ودير بالك على صحتك ما ترهق حالك كثير يعني بمرة ثانية ما تقول لك ما تهمل صحتك وحاول إذا شعرت بشيء غير اعتيادي أنك تراجع طبيبك برج العذرة طبعا اليوم في نوع من أنواع الضغط عندك صحيح الأجواء يعني كانت الأيام الماضية جيدة ولكن اليوم الضغط رح ينال منك وخصوصا أن القمر بشكل زاوية تربيع مع برجك هذا الإشي شوي بسبب لك نوع من أنواع القلق أو التوتر أو الإحباط في بعض المسائل رح تشعر بضغط كبير اليوم أو كثرة الواجبات رح تكون عالية جدا ممكن تتوتر في بعض المسائل إذا ركزت بشكل جيد بتلاقي الأمور مشت بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم بفتح لك فرص إلها علاقة بالمكاسب المالية أو الأرباح المالية ممكن تيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم احذر أثناء حواراتك ونقاشاتك وانتبه ما توجه كلام لاذع أو تنتقد أي حد على أساس أنه ما تنحسب عليك النقطة وتصير مواجهة أو مشكلة انتبه أثناء تنقلاتك وأثناء حواراتك ونقاشاتك ممكن اليوم يصير في سوء تفاهم أو جدال ما بينك وبين أحد الإخوي أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا هذا اللي حكينا عنه هو زاوية التربيع فبوسعكم اليوم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تكثر الضغوط والمتاعب هذه فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي حاذر الخلافات والمشاعر السلبية ممكن اتعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي بتشير على أنه في سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب ممكن برود بالعواطف أو ممكن أنت مش عارف تعبر عن عواطفك بشكل جيد أو سوء تفاهم بسبب تقصير معين حاول أنك ما تصاعد الأمور وما تكبرها عشان ما تزيد الخلاف ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا تعطي إيجابية شيئا ما على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل فممكن اليوم إما توقع على أوراق أو يصير فيه اتفاقية للعمل ما بينك وبين بعض الشركاء أو بعض الأشخاص أو ما بينك وبين زملائك بالعمل فهم يرتبوا لك وضع معين ولكن حاول أنك تقرأ أي ورقة قبل ما توقع عليها بشكل جيد إذا شعرت بأي بعض يعني أي شيء من الأمور الصحية أو تقلبات صحية راجع طبيبك بالنسبة للبيت السابع طبعا الأجواء هنا بما أنه البيت السابع مقابلك تماما وهو مضغوط شوي برضو بشكل زاوية تربيع ما بينه وبين القمر فعشان هيك منقول لك يعني دير بالك من أي خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم ودير بالك من الجدالات والحوارات اللي ممكن أنها تتصاعد وتكبر ما تخلي فيه فجوات أو ما تخلي نقاشات إنها تكبر بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتركز على الأمور المالية كما نمره هنا على الأموال المشتركة تحديدا فممكن إما شراكة جديدة أو بتبحث بمشروع معين أو بتبحث عن دعم معين إلى علاقة بالوضع المالي الأجواء جيدة بتساندك في هاي النقطة أهم إنك تستغلها بشكل جيد وتستثمرها بشكل جيد عشان تكون كلها لصالحك بالنسبة للبيت التاسع طبعا الأجواء هنا يعني ضاغطة شوي إما انزعاج من موضوع العلاقة بالسفر أو بالتواصل لبعيد أو اتصالات أو تأجيل بعض الأمور أو سفر اضطراري ممكن يظهر على الساحة أو ممكن تكون ملزم بأشياء لها علاقة بسفر أو اتصالات بعيدة اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا جيدة جدا على مستوى بيت السمعة هو جيدة برضو لتقديم المعاملات أو الطلبات لعمل جديد أو للتواصل ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل برضو بتعزز علاقاتك ما بينك وبين شخصيات مرموقة ممكن يدعموك أو يأزروك في مسألة معينة بالنسبة لبيتك 11 طبعا الأجواء هنا جيدة شيئا ما ولكن ممكن تستاء من تصرف أحد الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ممكن الخلاف هذا شوي خليك تتردد بالنشاط الاجتماعي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل جيد على المستوى الصحي وعلى مستوى أمور إلها علاقة في العمل أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وانتبه لغدائك يعني الغداء أهم شيء أنك تنتبه له وتراقبه طبعا بما أنه القمر موجود في البيت الثالث لألك معناته أنت مشحون اليوم بطاقة إيجابية وعالية جدا عندك اليوم يعني حيوية جيدة وقدرة على المنافسة ممتازة فيه طاقة إيجابية حلوة موجودة حتى في بشرتك في لونك فيه مرغوب بكل مكان بتكون موجود فيه اليوم أهم شيء أنك تحافظ على هاي الأمور وتبتعد عن الحدية بالطباع على أساس أن الأمور تكون مية في المية بالنسبة للبيت الثاني هنا رغبة بالمصاريف والمشتريات يعني عندك حب للمشتريات بشكل عالي جدا عشان هيك بيقول لك دير بالك قلل من المصاريف قد ما بتقدر صحيح أنه بتفتح فرص لبعض المكاسب المالية ولكن أنه المصاريف أكثر في هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر بما أنه موجود في البيت الثالث فبتنشطه في أمور العلاقة بالسفر القصير والاتصالات الفترة هاي مناسبة لاجتياز امتحان بتعزز العلاقة مع أخ أو جار وبناسبك تكثيف التحركات بتعبر عن أراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة هاي الفترة إيجابية بكثير من الأمور حاول تستغلها بالنسبة للبيت الرابع يعني بتحمل بعض سوء التفاهم ممكن يصير في البيت أو بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمامات العائلية فعشان هيك قدر الإمكان حاول هاي التزاماتك توظفها بالاتجاه الصح بدون مشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ممتازة جدا على المستوى العاطفي اليوم عندك رغبة لتقرب من الأحبة والتواصل معهم ورغبة أكبر حتى للتواصل مع أبنائك أو الاهتمام بالأبناء يعني لأجواء جيدة مع الحبيب حتى للنشاطات الفكرية أو للخروج أو تغيير جو يعني لأجواء برضو على المستوى التجميلي رائع أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي ممكن تشعر ببعض التوعكات أو القلق أو الخوف أو التوتر من مسألي معاه وممكن هيك تتوهم بعض الأمور حاول تبعد عن الوسواس وبرضو ابعد عن أي خلاف ممكن يصير ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع لإلك المقابل تماما فعشان هيك منقول لك البيت السابع بيت الشراكي جيد جدا بعزز من علاقتك ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفي فممكن اليوم يحمل لك مصالحة أو تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت الثامن يجينا برضو على المصاريف ما دير بالك من المصاريف قدر الإمكان والالتزامات المالية رتب فوتيرك سدد ديونك ابتعد عن القروض بالفترة هاي أو أنك تقرض حد فلوس أو تدائن حد فلوس أو تدائن من حد فلوس لأن الأجواء شوي فيها نوع من أنواع صعوبة أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو موضوع بتعلق بالسفر فيك أو في أحد الأحبة ممكن تهتم بالدراسة اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم جيد جدا أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة بنقول لك حاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تتهور بتشويه سمعتك ابتعد عن الخلافات أو النقاشات الحدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك اليوم فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء ممكن اليوم يكون فيه مناسبة اجتماعية أو لقاء اجتماعي جيد داعم إليك بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فمن قول لك دير بالك على صحتك ما تهمل صحتك رغم أن الأمور ما بتخوف كثير ولكن لا تهمل صحتك وبرضو في نفس اللحظة يعني انتبه على تغذيتك وراحتك برج العقرب طبعا القمر الآن صار في بيتك الثاني بيت المال النفسية أحسن مشحون بطاقة إيجابية عالية الأوضاع يعني تقريبا من نقدر نقول أنك بلشت مرحلة جديدة الآن فعشان هيك الأجواء على المستوى النفسي أحسن من الأيام الماضية بالنسبة للبيت الثاني طبعا هنا القمر موجود في بيت المال فعشان هيك بعطيك فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة وتحدد أولوياتك والميزانية وخصوصا الأمور المالية ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار في مصاريف منزلية أو مصاريف طارئة ممكن تظهر على الساحة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا شوي بتخليك مشتة الذهن ما زال يعني ممكن تتصرف بنوع من أنواع التصرع أو حتى ممكن تكون حد الطباع في بعض النقاط حاول أنك تبعد عن الكلام الجارح وخصوصا أثناء النقاشات ممكن يكون في عندك أكثر من حركة اليوم أو أكثر من اتصال تنزعج أو تتعب أو ترهق من كثر ما أنت اليوم رح تتحرك فعشان هيك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتحرك على الأشياء المهمة بدون عصبية بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيدة على مستوى البيت وهي بتعزز لك نقاط قوة فممكن اليوم يصير في مصالحة أو لقاء أو اجتماع عائلي على مسألة معينة وممكن تحمل لك بعض الأشياء الإيجابية ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو المصاريف المنزلية بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة ودعمة إلك بقوة على المستوى العاطفي وهي بتعزز للتلاقي ما بينك وبين الأحبة أو التقارب ولكن احذر من بعض الكلمات الجارحة اللي ممكن إنها تخلي الحبيب بيستاء منك أو أنت تستاء منه أو خلاف ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي وعلى مستوى العمل وهي بتفتح لك فرص للتقديم على العمل أو لا إنه أحد زملائك مثلا إنه يساعدك في إنجاز بعض الأعمال بالنسبة للبيت السابع يعني الأجواء هنا متقلبة شوي على مستوى بيت الشراكي فممكن تفتح حوار أو نقاش أو سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك أو بينك وبين الزوج حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن أي شيء ممكن يوترك خلال هذا اليوم أو يعمل صدام ما بينك وبين الزوج بالنسبة للبيت الثامن الأجواء أحسن على المستوى المالي فممكن تفتح لك بعض الأبواب للدعم أو حتى قرض أو مساعدة خارجية ولكن احذر من إنك داين شخص واحذر من بعض الأشخاص اللي ممكن يستغلوا طيبتك وكرمك بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا يعني من قولك ما تغامر كثير وما تعتمد كثير على الحدود اللي عنده امتحانة ومقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد ممكن يجيك خبر من خارج البلاد مزعج أو ممكن تنزعج بشأن موضوع له علاقة بالسفر أو إشي بتعلق في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة جدا فعلى مستوى بيت السمعة قوية وهيدعميتك بشكل قوي وبتعزز بعضه نقاط القوة في هذا البيت يعني بمعنى آخر ممكن أنه يكون في شخص يدعمك في مسألة معينة أو واسطة مثلا أو ممكن على مستوى العمل يعني دعم من زملائك أو رؤسائك بالعمل أو ممكن تسمع نوع من أنواع الإطراء والثناء على مجهودك بالنسبة لبيتك 11 طبعا على المستوى الاجتماعي ممكن تشعر بنوع من أنواع الإرهاق أو التعب أو يعني تحس أنه في مضايقات ممكن تستاء من تصرف أحد الأصحاب أو من أحد الأشخاص على بعض الكلمات أو التصرفات بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء جيدة جدا دعمتك على المستوى النفسي على المستوى الصحي وهي بتعزز نقاط قوة بالنسبة لإلك يعني أنت آمن اليوم على مستوى بيت المتاعب فاتحرك وانت مطمئن برج القوس طبعا اليوم بما أنه القمر صار موجود في القوس ورح يتنقل بالعشرية الأولى والعشرية الثانية فمعنات وثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية بتطالع هاي الفترة على خبر وبيكون بمثابة إشارة لانطلاق جديدة فترة نشطة وحماسية بفضل القمر طبعا بفضل الله أولا ومن ثم بفضل وجود القمر في بيتك الأول ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما أما بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء هنا بتفتح بعض الأشياء اللي إله علاقة بالمصاريف أو الفلوس وممكن يتراكم عندك بعض الفلوس أو المتطلبات المالية ممكن تتراكم عليك بعض الدفعات حاول قدر الإمكان أنك تبعد عن المصاريف لزيادة قد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت الثالث فبفتح مجالات للاتصالات والتواصل والحوارات ورغبة بالاتصال بالمجتمع بشكل كبير ممكن تنشط بالتنقلات حتى ما بين المحافظات ولكن الأهم أنه أنت يعني فيه لك نوع من أنواع الدعم رح يكون من أحد الإخوة أو المقربين للإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت إلا أنه ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو بعض الأعطال المنزلية فيه اهتمامات عائلية خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الخامس الأجواء ممتازة جدا وهي بتعزز نقاط الحب عندك وحتى لقاءك بالحبيب أو الغراميات أو حتى النزوات يعني الأمور جيدة وممكن يكون لك تعامل مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس هنا بدك تحذر على بعض التوععكات الصحية أو التقلبات الصحية وخصوصا موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية ممكن يصير في صدام على مستوى العمل أو خلاف بشكل مفاجئ أو عمل يتوكل لك يكون فيه نوع من أنواع الصعوبة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على العلاقة ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة أو ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة وممكن تنشط ببعض المسائل ولكن انتبه على أوراقك أو معاملاتك أو مقتنياتك من السرقة أو الضياع وحاول قدر الإمكان أنك تبعد عن المصاريف أو المغامرات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع اليوم بفتح لك مجالات كثيرة للاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وحتى على أمور إلها علاقة بالسفر في منك رح يهتم ببعض المعاملات أو الأوراق بشكل جيد اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة برضو داعم لإلك بشكل قوي والحظوظ بتلعب دور جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا منقول لك بيت السمعة شوي عليه علامة استفهام فمنقول لك دير بالك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأي شيء بشوه سمعتك أو بيعمل لك مشاكل وخلافات على مستوى العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد باتصال أو تلاقي أو تتلاقى مع بعض الأصدقاء في مسألة ما ممكن تلاقي دعم من بعض الأصدقاء أو يعززوا العلاقة معك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة شوي عشان هيك منقول لك لسه بدك تراقب وضعك الصحي بشكل كويس ما تهمل صحتك نهائيا حاول قدر الإمكان أنك أنت برضو تراقب غذائك وراحتك ابعد عن الوسواس قدر الإمكان ممكن شوي تعاني من بعض الأمور اللي إلها علاقة إما بالجهاز الهضمي أو المسالك البولية برج الجدي طبعا اليوم مش من الأيام القوية بالنسبة لك اليوم شوي ضاغط عليك لأنه القمر صار موجود في بيت المتاعب عندك زي ما حذرنا في الأيام الماضية بتحس أنه طاقتك نزلت اليوم بتحس أنه الأمور بتتعطل فيش إشي ماشي مثل ما بدك كثير من الوعود اللي نوعدتها ممكن يخلفوا فيها ممكن تتعطل كثير من المسائل الفترة هاي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب طبعا يومين وبصير القمر عندك وبتتحسن الأجواء بشكل جيد يعني بتصير الأمور ممتازة فحاول قدر الإمكان أنك تتعامل رغم الضغط هاد ولكن في فرص إلها علاقة بالوضع المالي ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن احذر من المصاريف بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة شيئا ما على مستوى الاتصالات رغم أنه مزاجك عصبي وردات فعلك ممكن تكون لاذعة أو تتصرف تصرفات ممكن بشكل غلط عشان هيك راجع حالك قبل ما تحكي أي كلمة أثناء تنقلاتك وحواراتك حاول يعني تنقلاتك تحديدا تكون منتبه ومركز خوفا من الحوادث على الطرقات ممكن يصير فيه اليوم شيء بينك وبين أحد الأخوة ممكن نقاش أو حوار أو سوء تفاهم بالنسبة للبيت الرابع يعني الأجواء هنا بتركز على أمور البيت فعشان هيك بتحمل بعض الأعطال المنزلية أو الخلافات أو النقاشات العائلية فعشان هيك اضبط أعصابك قدر الإمكان وما تخلي الأمور تتصاعد عندك حدية بالطباعة فعشان هيك ممكن نصير فيه أي خلاف العلاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي تقريبا يعني منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع يعني تواصل وقدرة على التواصل ولكن احذر من سوء تفاهم يصير ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الأحبة خلال الفترة هاي وخصوصا موريد العشرية الأولى والعشرية الثانية هم أكثر المتضررين في هاي المسالة دير بالك من سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة فاليوم عندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال فلكن حاول أنك ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وانتبه لوضعك الصحي من بعض التراجع أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبالعكس بتحملك بعض الفرص الممتازة اللي ممكن من خلالها يصير فيه نقاش أو حوار ما بينك وبين الشريك إذا صعدت الأمور بتصعد وبتصير مشكلة إذا لطفت الأجواء فممكن الأجواء تكون روتينية أما بالنسبة للبيت الثامن ففيه فرص إلها علاقة مالية أو تحل بعض المسائل اللي فيها التزامات مالية الأجواء بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت التاسع بتفتح لك فرص لأمور اتصالات خارجية وتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن مزاجك المتوتر ممكن يخليك تتهرب من بعض الاتصالات ممكن تسمع خبر من خارج البلاد شوي يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو الزعل أو تأخذ على خاطرك أو تتذكر بعض الأمور اللي شوي ممكن تكون مزعجة بالنسبة لألك اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر الأجواء جيدة يعني محمل وضع المستوى السمعة ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمامات على مستوى العمل تسمع بعض الإطراء أو الثناء على مجهودك أو تنجز بعض الأعمال بشكل جيد وهاي نقطة إيجابية بالنسبة لألك ممكن بعض الأشخاص يساعدوك في مسألة معينة ولكن الوعود ما تأخذ فيها بشكل كامل أما بالنسبة للوضع الاجتماعي اليوم يعني فيه سوء تفاهم ممكن يكون ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو خلاف أو تنوعد بشيء ويتأجل يعني الأجواء مش بالشكل القوي اللي أنت بدك يا اصبر يعني أكم من يوم الأجواء بتصير إيجابية بالنسبة لبيت المتاعب طبعا القمر هو التأثير الأكبر اللي موجود عندك في بيت المتاعب صحيح أنه مش محبط بالكامل ولكن بقولك أنه بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك عدم المبالغة في إنجاز مدديك من عمل متراكم حاول أنك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة الفترة هاي فارغة من الحظوظ خفف من وطيرة عملك قدر الإمكان تعامل على أنه وضع روتيني وما تحسم أمر طارق أو أمر ضروري بالفترة هاي ما تنجرف وراء الأفكار السوداء والهواجس والأوهم برج الدلو طبعا الأجواء جيدة بالنسبة لك اليوم على المستوى النفسي ولكن إذا كتحاول تستغل الأيام هاي بشكل جيد لإنجاز كل إشي ضروري ومهم يبل ما يوصل القمر لبيت متاعبك لأنه إذا وصل لبيت المتاعب كل الأمور بتصير محبطة فعندك يومين تقدر تستغلها بشكل جيد عشان تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما يصير فيه ضغط عندك بالنسبة للبيت الثاني الأجواء فيها مصريف فيها دفعات مالية فيها التزامات فيها نوع من أنواع المطالبات المالية احذر من الصابين والمحتالين احذر من المشتريات الغير ضرورية بالفترة هاي ودير بالك على أموالك من السرقة والضياع أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء قوية جدا على مستوى الاتصالات والحوارات وقدرتك على الإقناع ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار واللي عنده امتحان اليوم أو مقابلة رح يبدع بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالضغط كبير على مستوى البيت وهذا بيرقك بزيادة عن اللزوم في وضع عائلي شوي مربك بالنسبة لك بحاجة لنوع من أنواع الترتيب ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات العائلية أو حدث عائلي شوي يسبب لك نوع من أنواع التوتر بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي جيد جدا وهي بتفتح لك مجالات للتواصل مع الأحبة ولا الخروج بنزهة أو للترفيه ولكن احذر من المبالغة بالملذات عندك اليوم الأمور العاطفية جيدة وحتى قدرتك للتواصل مع الأبناء برضو ممتازة بالنسبة للبيت السادس هنا بدك تراقب الوضع الصحي عندك بشكل جيد وبدك تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالعمل ممكن يصير عندك يعني أكثر من واجبات اليوم ما تقدر تنجزها بالكامل حاول لو بتعمل ساعات إضافية تنجزها وما تخليها تتراكم أما بالنسبة للبيت السابع فهذا بيعزز نقاط قوة ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفي بيعمل تقارب بشكل جيد وبعمل يعني يعني تواصل جيد ما بينك وبين الشريك اللي هو شريك المال شريك العاطفي وممكن تحمل لك نوع من أنواع المصالحات أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بفتح مجالات إلها علاقة بالوضع المالي ممكن مطالبات أو ديون أو الالتزامات أو ممكن أنه يعني تفقد بعض المقتنيات أو ما تعرفش أنت وين حطيتها يعني تنسى أنت وين وضعت هاي الأموال اليوم بدك تركز بشكل جيد لا تكفل حد لا تضمن حد ولا تداين حد وانتبه على أموالك زي ما حكينا من الصرقة أو الضياعة بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وبتساعدك على الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بموضوع العلاقة بالتعليم أو بالدراسة أو بالجامعة أو حتى بالسفر أو أوراق سفر أو قضايا قضائية كل الأمور هاي راح تكون لصالحك ودعمل إليك بشكل قوي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة وأنا منقول لك دير بالك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك حاول قدر الإمكان إنك داوم بوقتك ما تتخلف عن العمل وبرضو في نفس اللحظة يعني بلاش مواجهة أو مخالفة القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء وبيت العلاقات الاجتماعية طبعا القمر موجود فيه فبوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني ومساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شيء أنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا منقول لك انتبه على الوضع الصحي من بعض التقلبات واهتم براحتك ونومك أهم شيء وابعد عن الوسواس يد ما بتقدر برج الحوت طبعا بما أنه القمر موجود بزاوية تربيع مع برجك فعشان هيك اليوم بتلاقي حالك مضغوط شوي نفسيا مش مرتاح في نوع من أنواع التوتر صحيح أنه النبتون بشكل زاويتين تزديس ولكن رح يشكل زاوية تربيع ما بينه وبين القمر فعشان هيك رح تشعر بنوع من أنواع الملل أو الإحباط أو يعني هيك بتحس أنه طاقتك مش كاملة أو الحظ مش داعمك بشكل كبير عشان هيك يحاول قدر الإمكان اليوم تتعامل مع المسائل بشكل روتيني شيئا ما وحاول تختلط بالمجتمع على أساس أنك ترفع عن نفسك بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على مستوى الأمور المالية بتفتح لك بعض الفرص المالية من مكاسب مالية أو مستردات أو خبر بتعلق بوضع مالي أهم شيء أنك تبعد عن المشتريات الغير ضرورية والمصاريف وعلى استغلال وضعك المالي ما في داعي لتضغط حالك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث منلاقي أنه العصبية اليوم بتسيطر عليك ردات فعلك سلبية ممكن تجرح أي حد بكلمات يعني بتكون مش بمكانها فعشان هيك بتطلب منك الموضوع أنك تركز بشكل جيد وتعرف إيش اللي بتحكيه عشان ما تنفهم غلط وانتبه أثناء حركتك بلاش تجهد حالك بشكل كبير انتبه برضو على أجهزتك الإلكترونية أو على سيارتك من العطل أو من بعض الأشياء اللي ممكن أنها تيجي بشكل مفاجئ ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو مع جار ولكن مع أخ ممكن يكون فيه سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريبا بتستقر بصير فيه نوع من أنواع الهدوء وقدرها على الحل بعض الالتزامات أو بعض المشاكل البيتية أو العائلية فيه ممكن تهتم اليوم بمسألة بشكل جيد كعطل أو ترتيب بعض الأمور العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا فيه مشاحنة أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب وممكن يصير خلاف ما بينك وبين أحد الأبناء حاول قدر الإمكان أنك تمسك عصابك ما فيه داعي أنك تهول الأمور ممكن تقلق على وضعه وممكن تقلق على صحة جيد على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل ممكن يبادر أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل بمساعدتك ورح تنجز أعمالك بشكل جيد بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة فيه سوء تفاهم أو مشاحنة أو خلاف ممكن يظهر على الساحة ممكن تستاءمن تصرف فردي بتصرفه الشريك أو الزوج خلال هذا اليوم فهذا شوي بيسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك يعني تمشيها وتساير في الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة اليوم ممكن تنشط في بعض المسائل اللي إلها علاقة بدين قديم أو مطالبة حقوق لا إلك أو ترتيب وضع مالي معين أو ممكن أنك تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل الأجواء كلها جيدة ممكن تهتم ببعض الأمور الغيبية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا يعني مش كثير قوية يعني بدك تنتبه أثناء اتصالاتك لبعيدة ممكن يجيك خبر من مسافة بعيدة مزعج ممكن تقلق على شأن أحد الأشخاص خارج البلاد اللي عنده امتحان أو عنده مقابل اليوم بد يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر في بيتك العاشر فهذا اليوم يوم مناسب للي بيبحثه عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة ممكن اليوم يتغار على مصالحك وممكن هاي الفترة تكون يا إما أسوأ الفترات يا أنجح الفترات لأنه القمر يعني شوي بيكون في هذا البيت لأنه زاوية تربيع بيضغط عليك بشكل سلبي فعشان هيك أنا برجح لأنه القمر إيجابي ومشكل زاوية إيجابية أنه الأمور رح تكون جيدة تأثير القمر هو في مكانه بيكون ثقيل على الأعصاب أهم إيش أنك ما تتذمر على مسمع أحد وحاول أنك تصبر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة شيئا ما ممكن أنت اليوم تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية أو لقاءات اجتماعية أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة الأجواء جيدة شيئا ما ولكن ممكن تستاء من تصرف أحد الأشخاص أو الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتعزز نقاط قوة بالنسبة لك صحيح أن كل الكواكب أو معظم الكواكب موجودة في بيت المتاعب أهم شيء أنك تراقب التقلبات الصحية ما في شيء بخوف أو ما في خطر وما تخلي الوسواسي سيطرة عليك ولكن راقب راحتك غذائك أدويتك وخصوصا إذا بتأخذ أدوية لا أمراض مزمنة حاول أنك تلتزم فيها ما تهملها ركز على راحتك بقدر الإمكان وبرضو في نفس اللحظة يعني كون مفتح عينيك على أشخاص ممكن أنهم يستغيبوك أو يتآمروا عليك بالخفاء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء